ذا عنوان جريدة الشروق دونك في التفاصيل لحقيقة أنا شابني العنوان حبيت نعرف لأنه فما تعتيمة على الموضوع فكلقيت عنوان يحكي على الموضوع هذا أكيد بش نحاول نعرف التفاصيل اللي جات فيه دونك المقال يقول أنه علمت جريدة الشروق من مصدر مطلع أنه زوجة أحد العناصر الإرهابية ساعدت زوجها وبقية الهربين من سجن المرنجية في الاختباء وحاولت مدهم بالأكل وقد تمت تفطن إليها وأضاف أنه عملية وصولهم إلى جبل بوغرنين تمت بمساعدة عناصر تاب عليهم على حد تعبيره المصدر هذا اللي جريد الشروق وقال في هذا الإطار أنه على إثر وصول الإرهابين إلى جبل بولاية بن عروس نشب خلاف بينهم مما جعل أحمد الميلكي الإرهاب الخطير المكان بالصومالي يتوجه لمنطقة حي التضامن طمعا في الاختفاء هناك ولكن تم القبض عليه قالت وأيضا أكد المصدر أنه العناصر الإرهابية تم وضعها تحت هراسة مشددة في أحد السجون حتى لا تتكرر عملية هروبهم وحسب المعلومات اللي قمنا في جمعها في تحقيقات الشروق حول الفارين نذكر أبرزهم رائد التويتو هو إرهابي في الثلاثين من عمره أعطت شوية معلومات عليه اللي قام بأعدد من العمليات الإرهابية لعلى أخطرها ثلاث عمليات راح ضحيتها عشرة أمنيين قالت أنه رائد التويتو من المطلوبين لديه وحدات الأمن والحرص وطالبت وزارة الداخلية بضرورة الإحاطة به واذكر أنه تم تعينه أميرا على إرهابي جبل الشعامبي المنظوية تحت ما يعرف باسم كتيبة عقبة ابنه نافع هذي هي المعطيات المتوفرة فيما يتعلق بالإرهابيين هذوما خرجت سابقا بعض التسريبات منظروا تقول أن الإرهابيين هربوا وحدهم وما تمش مساعدتهم من الخارج وجاء هذا من باب الصدفة وفمضعف أمني في المنظومة استغلوه هما ولكن اليوم هذه هي المعطيات التي قدمها جارية الشروق تقول أن واحدة من زوجة زوجة أحد العناصر الإرهابية تساعدتهم بعد ما خرجوا وهوما انشب بيناتهم خلاف وقت اللي وصلوا لجبل مما خل السومالي يهرب الحياة تضابط معطيات عادية أنه زوجة أحد الإرهابيين لأولا أن هذوما عندهم رابطة عقادية فمجالب عقادية جمع من بيناتهم وهذو مرهابيين رهابيين هذو مدي بروفيسيونال ما همشي دي زاماتور إنسان ينصب أمير متاع عقب ابن النافع كتاب إرهابية يعني معلومة من الجميع يعني ما هوش إنسان هاوي إرهاب ولا مستجد دوك يبقى باقي الكلام اللي أنا مش ممكن نقبله في ذهني أنه تقول لي ما فمماش تخطيط وأنه بارازار هربوا لكلهم القاوروح ومجتمعين أنا هدايا ما ندخلش لمخي الحقيقة مانتها كاريما ما احترامي لكل الروايات لكن أنا ما نقبلش شي هذا أنا ما نقبلش أنه من بريزان وأنه في الفرار ما كانش فما من خطط لهذا من الخارج زادة كيف كيف متجدش عليها العملية يعني عملية متجدش عليها أنه خرجوا كمبارازار بعد أنه يعني هذي فرضيات نظرية نحن ما عنيش لمعطيات التحقيق والتحقيق يزم يتم ويتواصل بعيد على التشويش لكن بعض الملاحظات فقط أنه صار خلاف مبيناتهم على شنو الخلاف اللي تم جونسي با يفو سماتر دون لابو دو سي سانك بشتفى من انتي كي تخرج تلقى لأمور سهلة ولي تقول عملية مش موهة فما شكون حللهم الباب بش يخرجوا فما شكون سهللهم بش يخرجوا علاش سهللهم هو الحد الآن طوى مصادر من جديد شروق أمام معلومة رسمية وواضحة ودقيقة ما زالت ما فهميش دونك اذاك علاش ما زال الموضوع غامض شوية ونتبني وانو يصدر هكا بيان رسمي ولا معلومة رسمية يخرج مسؤول رسمي يعطينا تفاصيل بش نفهموش نواصر بالضبط مش مش على حاجة ينعرفو يعني موضوع أمني بحث ولكن تفاديا لكل التأويلات تعرف معناتها اليوم في وسائل الإعلام في السوشيل ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي كل واحد يحكي على زي راس وكل واحد يقول لك جهة أجنبية وليقول لك متواطئين معهم من داخل السجن فدرأ لكل هذه التأويلات هكا تخرجنا معلومة رسمية به وتكون مقنع وتكون معناتها دقيقة وواضحة لأنه شوف كيف ما قلت أنت وفاة وبردبان معناتها سي تغيز امبورتان سكر الباب من تتأويلات تتأويلات نجل تتاظر مصدقية الأمن العام أو بعد اكتمال التحقيقات المفروض أنه فيه بوين دو برس نتعدى لجريدة الصباح تعرف منذ الموضوع وضعنا الاقتصاد يعني اليوم سمعنا التصريح بأن الدولة تتعول على مواردها الذاتية وفي الأثناء قاعدة تم مناقشة مشروع قانون المالي سنة 2024 في البرلمان دونك تام الحديث على الموضوع هذا الخبير الاقتصادي والمسؤول من دراسات عن الدراسات بالمنتدات ونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالجليل البدوي قال لجريدة الصباح أن الاعتمادات على الموارد الاقتصادية للدولة ممكن حتى لو كان صعبا هو ما يتطلب العمل على المواصلة وفق هذا الخيار قال تونس عشد خلال العام الحالي حصار مالي بزعامة من صندوق النقد الدولي وبرغم من ذلك فأنه تونس تمكنت من سداد 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي إلى غاية أكتوبر 2023 وثلاثة وعشرين دونك قدم العديد من المعطيات فيما يتعلق بالتوازنات المالية العمومية تجمو تلقاوه المقال على جريدة الصباح ولكن منظر فعلا اليوم العديد يتسألون هل تونس ستقدر على التعويل على مواردها الذاتية رغم محاصرتها ماليا سعى بجليل البدوي مرجع في الاقتصاد السياسي وإنسان عنده قناعاته يبقى دائما في الكورن نقول الآن سوسيال ديموكرات الآن إيه كله مصحيح لكن نعمل إذا قتلنا الاستثمار لا تفهم حتى مستقبل نقول هيرك لا تفهم حتى مستقبل اقتصادي إذا قتلنا الاستثمار الاستثمار بيقولوا لبن الانفستيسمن ببليك وكذا وضع المؤسسات العمومية بتاعنا وضع مأزوب وقوفر فنانسي دونك كي ناخذ كل المعطيات هذه نلقى أنه شرط وحيد بشكله مو يكون صحيح سعى بجليل هو أنه الاستثمار بتاعنا ما نقتلوش نقتلوه بحاشتين بالجيبايا ونقتلوه بشيطنا إذا كان مناخ الأعمال ما يتمش تنقيتو ومنمشيوش في تجاه أنه إنكليما دو كنفيانس راهو مشكل كبير إذا ما فماش عنصر الثيقة ما فماش استثمار إذا الناس تخاف معاجز تستثمر وتهرب وتهرب الرسمية المتاحة دونك يا إنكليما جنرال يظهر لي كي دماند أنا سنسمع معاك في أنه عقلنة النفقات العمومية معاك في أنه إي عقلنة النفقات العمومية أنت وش عملت في المواسطات العمومية ش عملت حتى لطوة حتى لطوة الملف هذا مزال إذا راهونا نحنا ما زلنا في رجال العمار وما زلنا في مسألة المعالجة ملف الجيباية وما شابه الجيباية الإكسسيف ما نتحدث يزم نقول وراهو من أعلى النسب بالنسبة لإفريقيا نحنا إذا كان باش نحرك الدولاء بالاقتصادي يزم نختار منطوة نختار وين نمشي وفي أي اتجاه نمشي أما إن نعمل دي بوليتيك كنتردكتوار راهو سياسي كنتردكتوار بأكيد منظر هو في فعلاني يعني الموضوع هذا ترحل عديد من التساؤلات خاصة من قبل لتوينسة لأن رئيس الجمهورية وقتل لقول تعويل على مواردنا ذاتي مواردنا ذاتي فهي الجيباية اللي بيشتو صلت على المواطن وشي سير ضغط أكثر على المواطن هذا عاليش الموضوع قد يخوف بارشف في المجتمع في التوينس. في مرحلة منافسة ومرحلة المنافسة مع بلدان واقتصاديات نقول شبيهة ما نقولش ما نقولش ما نقول سيمتريك ما فاماشون بغفات سيمتري اما على الاقل شبيهة. دونك يلزم نحرر الاستثمار ونحرر من برشة اشياء يفو انتغير للكونومي بغالير نوسع على ساتة فيسكال والاجراءات الكل يعرفوها المختصين. شكرا لك منذر شك.